بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة للصف الرابع الاقتدائي منهج كونيكت بلاس وهنشرح في الليسون ده ان شاء الله لسون فور هنبتجي نتكلم فيه عن البرس بورتس مين هم البرس بورتس او ايه هي البرس بورتس البرس بورتس دي عبارة عن العاب رياضية لزوي الهمم يعني بلاش نقول كلمة معاقين ونقول زوي الهمم دي فعلا كلمة افضل يبقى نقول مرة تاني كده البيت افتور مي بارس بورتس بارس بورتس عبارة عن العاب رياضية خاصة بزوي الهمم طيب ايه معنى باراليمبيك جامس باراليمبيك جامس هي العاب اولمبية برضو نفس الشيء خاصة بزوي الهمم طيب ايه الفرق بين جيه وبين جيه هنا جيه الالعاب الرياضية عامة لكن هنا جيه بقى الاشتراك في الاولمبياد يبقى جيه اسمها باراليمبيك جامس طيب بالمرة كده نبتجي ناخد معانا كمان The Olympics The Olympics The Olympics اللي هي الالنبيات طيب والوليمبيكس دي بقى خصى بمين دي خصى باي حد ريودي يعني مش خصى بمين بالHarleynehимся يبقى فيه فرق بين The Olympics وكمان The Paralympic Games أوكي Parasports 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 ألعاب ريودي Badalympic Games Paralympic Games اللي هي ألعاب الأولمبيات الخاصة بمين؟ خاصة بذوي الهمب وبرضو باراسبورتس ألعاب رياضية خاصة بذوي الهمب مسابقات مسابقات اللي هم غير قادرين يعني إيه غير قادرين؟ إلي عندهم بعض الإعاقات لكن لو جبنا كلمة أبطالتس لوحدها معناها قدرات يبقى أولمبيك لسائلين اللي هيجي الألعاب الأولمبية العادية جدا هل myślę آثلات رياضي شامبيون شامبيون بطل يبقى خلي بالنا كلمة شامبيون بطل لكن فيه عندنا هيرو ده مش بطل رياضي البطل رياضي اسمه شامبيون قولد ميدل قولد ميدل قولد ميدل قولد ميدل ميدالية الزهبية يبقى هنا عندنا المفوض اللي إحنا نعرف اللي احنا We have three middle عندنا تلات أنواع من الميدل Gold, gold middle and silver gold, silver وفي الآخر خالص المفروض طبعا نقول and في الآخر بس gold, silver and يبقى في الآخر bronze برافو عليكم gold, silver, bronze يبقى عندنا تلات أنواع من الميدل The first اللي بتتاخد في المركز الأول is gold, بتكون gold second, second المركز الثاني silver number three اللي هو اسمه third المركز الثالث بتكون bronze اوكي يعني أتمنى تكونوا فهانتوا الجزء ده وننتقل إن شاء الله للجزء اللي بعد bronze middle bronze middle ده كمان بيكون the third المركز الثالث بيحصل على bronze middle الميدالية البورنزية runner, runner, runner جاية هي من اسمها في كلمة run run يجري runner عداء اللي بيقل فيه race في المسابقات بتاعة الجنف race سباء runner race volleyball 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 اللي هي كرة الطائرة كرة الطائرة وهنا في الدرس هندرس اللي هي المثابرة أو الصبر على اللعبة أو تكريس الوقت اللي احنا بنستغل فيها بناخد مدة طويلة من الوقت اسمها detection level level مستوى level level opportunity 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 يعني فرصة والبلورال بتاعها opportunity 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 فرص opportunity female female three swimmer 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 يعني سباحي فأخدنا كلمة runner ناخد بنا هنا لو انا ضفت er دي بتكون صاحب المهنة أو صاحب اللعبة ذات نفسه فهنا بقول زي مثلا كلمة play 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 معناها يلعب play play لو انا عملت لها add er player runner swim swimmer يعني تناخد بنا من كده وكمان عندي هنا بقى female female مين هو female وايه الفرق بين female و female ودي كمان بتيجي موضع اسئلة في الاختبارات ممكن بتكون choose female انسة لو جبنا مين لوحدها معناها ذكر لكن female we add fe احنا بنضيف لها fe بتكون female اوكي now let's reading listen and read استمع وقرأ the paralympic games is an international competition for athletes with disabilities هنا بقى بيبتدي اللي هو يعرفني ايه هي الparalympic games احنا اتفقنا ان الparalympic games هي الالعاب الاولمبية الخاصة بزوي الهمم او لزوي الكدرات الخاصة is an international هو هنا بيقول لي كمان اللي هي بتكون international competition مصابقات عالمية for athletes للرياضيين with disabilities طبعا احنا لسه وغدين برضو كلمة disabilities قلنا معناها اعاقات اللي هما ايه الرياضيين اللي عندهم بعد الاعاقات او زوي الهمم زي ما اتفقنا like the olympic like the olympics هنا بيقول لي like like مش معناها يحب هنا معناها مثل زي ايه بالزبط بقى like the olympics مثل الاولمبياد it takes place every four years هي بتعقد او بتحدث it takes place لازم برضو نعرف كلمة takes place takes place معناها تحدث او يحدث every four years كل اربع سنوات بتحصل كل اربع سنوات and is held in is held in دي برضو من الحاجات المهمة اللي انا بأكد عليها is held in هنا عندنا takes place تحدث and is held in is held in ناخد بالنا is held يعني تنعقد in a different country في دول مختلفة each time كل مرة كل مرة بتعقد في مكان مختلف بارس بورتس is an important area in سبورتس احنا بنتكلم عن البارس بورتس اللي هي الالعاب الرياضية الخاصة بزويل همم بنقول اللي جي منطقة مهمة جدا في الرياضة and Egypt والمصر كمان هي بتكون مهمة مصر بقى مالها has many athletes و who خلي بالنا كلمة athletes يعني الرياضيين يبقى مصر عندها ايه many athletes عندها العديد او الكثير من ال athletes اللي هم الرياضيين who take part اللي هم بياخدوا جزء in this competition في المسابقة دي بيشتركوا هنا بقى بناخد مش هنقول بارت معناها جزء اللي هنقول بيشترك بارت بيشترك this competition في هذه المسابقة وهناخد منهم بعض الامثلة تعالوا نركز معانا كويس جدا ايا ايمن عباس ايا ايمن عباس مين هي ايا ايمن عباس دي is a swimming champion هي champion طبعا احنا قلنا اللي هو بطل رياضي هي بطلة سباحة بطلة سباحة هي بطلة سباحة مصرية فهنا بنقول هنا باقي هي فازت the egypt cup three times اول معلومة عرفناها عن ايا ايمن عباس اللي هي عملت ايه كاب كده معنا ونقول اللي هي وان the egypt cup three times وان هنا وان يعني هي فازت the egyptian cup بكاس مصر كم مرة three times برافو عليها هي كمان كانت هي كانت ايه هي كانت ايه بقى يلا نعرف egyptian paralimbic swimmer طبعا احنا عارفين اللي هي paralimbic paralimbic ايه يعني ايه paralimbic يلا من الشاطر معايا paralimbic اللي هي يعني كانت بتشترك في الاليمبيات الخاصة بزوي الهمم فكانت هي swimmer سباحة فازت هناك في رايو عام 2016 عام 2016 نكمل she has one lotus of gold وكمان حصلت على ميداليات كثيرة gold silver and bronze middle حضرت حصلت العديد من الميداليات in many different countries من دول مختلفة خلاص كده نقول تاني بسرعة يلا هنتكلم عن مين ايا ايمن عباس is 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 an هي دلوقتي مش is and sorry is a swimming champion هي لاعبة رياضية وفازت في ايه won the Egyptian cup three times فازت بكاس مصري ايجيبشن cup اللي هو ايه كاس مصري كام مرة three times وكمان حصلت على العديد من الميداليات الزهبية والفضية والبرونزية وايه تاني هي عملته she was the first female دي اهم حاجة بتميزها احنا ما قلنا هاش she was the first female she has one lotus of gold كانت اول انسة مصرية كانت اول انسة مصرية تشترك في رايو عام 2016 يلا نبتجي ناخد بعض الامثلة المشرفة معانا تاني من المصرية now we start the second characters هناخد الشخصية معانا التانية الشخصية طبعا الرياضية مين هو مصطفى فطح الله مصطفى فطح الله is a runner runner قلنا معناها اللي هو عداء يعني بيشترك في المسابقات الجاري مصطفى فطح الله is a runner who takes part اشترك في one one hundred meter two hundred meter and four hundred meter race في مسابقات يعني كان فيه مسابقات للجاري بتتكون من ميت متر وميتين متر وميت متر وهو اشترك فيه التالتة تاني حاجة نعرفه عنه he joined the national team in Egypt هو انضم join معناها ينضم join هي الباست بتاعها انضم خلاص the national team الفريق القومي او الوطني in Egypt امت in 2006 في عام 2006 and has taken part in برضو قتلنا take part in take هنا طبعا في الباست has taken part in هو انضم الى او شارك فيه lotus of international competition فيه مسابقات عالمية بعد كده he has won هو فاز من middles العديد من middles including من ضمنها gold in the world championship in New Zealand يعني مهمة جدا الجزئية دي لانه ممكن يجيلي بعض الاسماء بعض الاسماء واحنا نتلغبط فيهم هنا بنقول هو فاز بالعديد من middles طيب رافو عليه طيب العديد من middles دي including يعني كانت بتحتوم واحدة منهم اللي هي gold الدهب in the world championship world championship يعني فاز بالمجا بالميدالية الزهبية ايه بقى الميدالية الزهبية دي بتعبر عن ايه طبعا ده المركز الاول على مستوى العالم يعني فاز ببطولة العالم يبقى كلمة world championship معناها بطولة العالم فين in نيوزيلاند فاضل معنا the last characters الشخصية الاخيرة معنا النهاردة احمد عبد الفتاح play sitting volleyball ناخد بالنا بقى من هنا بيقول sitting volleyball يعني sitting volleyball احنا عارفين ان volleyball اللي هي القرة الطائرة طيب sitting volleyball هو احنا قلنا بنقول هي بيلعب sitting volleyball يعني ايه ماش مش فاهمين sitting ball هنا معناها اللي هي قرة الطائرة للجالسين اللي هما بيبقوا جالسين على الكراسي يعني اللي هي بعجل للزوي الهمم او اللي هما مش بيقدروا يمشوا تمام اخدنا بلنا كده اللي فيه عندنا volleyball بول جالسين الناس العادية لكن sitting volleyball اللي هما مش بيقدروا يمشوا فادي اسمها رياضة sitting volleyball هاي هي ايه بقى هي talk he talk party برضو هنا هو اشترك في عام كام 2016 rio paralympics برضو اشترك في الاولمبيات عام 2016 2016 اوكي where the team was bronze where كانت هناك اللي حصل هناك ان الفريق بتاعه فاز بالbronze بالمركز التالت تمام the team was bronze الفريق بتاعه ككل فاز بالميدالية البورنزية he has played with his team هو كان بيلعب مع الفريق بتاعه كمان in africa في africa and brazil والبرازيل and they have won many international competition وكمان فاز بالعديد من المصابقات العالمية for egypt من اجل مصر او عشان مصر او باسم مصر تمام كده ناخد اللي احنا كده خلصنا three characters اللي معانا الشخصيات المهمة والجميلة اللي احنا المفروض نقطة بيهم باذن الله being being a paralimbic or olympic athlete take years هنا بقى بيبتجي يعرفني بيقول لي ان الparalimbic or the olympic athlete الرياضيين سواء من زو الهمم او الرياضيين العاديين عشان يدخلوا الشوك وكمان المثابرة not everyone مش اي حد can get to this level level مش اي حد هيوصل للمستوى ده but there are many opportunities هنا طبعا فاكرين لما من شوية قلتلكم opportunity opportunity اللي هي فرصة opportunities for us مش كتير اللي هتتحلوهم الفرص دي for everyone كل واحد to take board هياخد جزء and have fun وهيستمتع يعني فيه طبعا هم بعايزين يعرفونا ان احنا عشان نوصل للمستوى ال olympic او الparalimbic لازم يكون عندنا بناخد بنستغرق مدة طويلة بيبقى فيه deduction and hard work تمام وفيه كمان حاجة عايزين نعرفها هنا اللي احنا بنقول بنستمتع برياضة have fun doing sport زي enjoy طبعا فيه ناس بتاخد رياضة كأنها استمتع او هواية وفيه ناس بتاخدها بالمثابرة ويوصلوا لل olympic طيب خلي بلنا بقى من كلمة do sport do do sport or do احنا هنا بقول do 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 sport يعني يمارس رياضة فلازم نعرف نكون عارفين ان هي do لو طبعا بنقول هنا doing sport وكي وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون ده وان شاء الله معاتكم معايا في لسون داني ولو عايزين نحل مع بعض ياري تكتبوا لي في الكومندس وان شاء الله ربنا المستعيل واتمنى انكم تكونوا استفدتم ما تنسوناش من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته